مهرجان القاهرة السينمائي لا يخلو من بريقه المعتاد في دورته الأربعة واربعين السنة دي بدأ بداية قوية وموفقة الأحداث بتتوالى الإقبال الشبابي مهم جداً نقدر نقول نضي من أكثر الحاجات الملحوظة أنك تروح أفلام تلاقيها مليانة مليانة شباب وفئات عمرية متميزة جداً بتشارك بالمناسبة دايماً محب المقولة اللي تقول كده بذكر يعني مهرجان القاهرة السينمائي المهرجانات مش للفنانين المهرجانات للعمة للناس اللي عايز ولاده يطلعوا أرقى مما تعرض له من علم أو ثقافة يخدهم يتفرجوا على أفلام المهرجانات بروقيها ومستواها الإنساني الرفيع اللي عايز يخرج كده بره الواقع بكل سخفته وانشغالاته يروح يتفرج على أفلام المهرجانات المهرجان السنازي فيه 97 فيلم وتشارك فيه 52 دولة في أربع مسابقات السنازي الدورة وكالعادة يعني فيه تكريم خاص ومميز لرموز وعلامات السينما كان فيه تكريم يعني أقدر أقول أنه قبل بترحاب شديد جداً للمخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري اللي فازت بجائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعمالها الأستاذة كاملة أبو ذكري واحدة من المخرجات اللي تقدر تقول ليه أو تبقى عندك مبرر منطقي ليه الجميع ينحاز لها ليه الجميع يصفق لها ليه كل الواسط الفني يجمع على موهبتها أولاً إنها واحدة من الناس اللي بدأت العمل الفني من تفاصيله الصغيرة وحتى وصلت إلى قيادة أعمال فنية كبيرة وتقيلة وأعتقد بشكل كبير إنها هتفضل في ذاكرة أو في وجدان المصريين آه نقدر نقول إن الأستاذة كاملة أبو ذكري أعمالها الخاصة اللي تركت بصمة أكتر هي دراما يعني مسلسلات ما هيش سينما لكن هي كمان شاركت كمساعد مخرج لأستاذ تدى عظام وكمان هي اسم سينمائي معتبر الأستاذة كاملة أبو ذكري جيل كبير من الموهبين نقدر نقول إنهم صناعة محلية واكتشاف كاملة أبو ذكري عشان كده كان الترحاب والسعادة بفوزها بجائزة فات الحمامة السندي متوقع وغير مصبوط